اشتركوا في القناة ونجد من بين الشخصيات زعيم حزب المحافظين في كابك أدريان بوليوت ومؤسسي شبكة حركة حرية كابك إريك ديام وجوان ماركوت كما أن النائب الليبرالي السابق عن دائرة نوتردام دو جراس مارلان جينينغز والنقابي كين بيريرا هما في عداد داعمين لإسرائيل في النزاع القائم ويرى الموقعون على الرسالة أن إسرائيل ديمقراطية ليبرالية وتتعرض لهجومات مستمرة من قبل الحركات الدينية المتخلفة والمتعصبة والتي تختلف قيمها مع القيم الإسرائيلية وتدعم المجموعة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وصد الهجمات من قبل الطرف الذي لا هدف آخر له سوى الوقوف في وجه أي حل سلمي للنزاع القائم وأي أمل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للتعايش وتعتبر هذه الرسالة متناقضة تماما مع الموقف الذي أعلن عنه 480 مثقفا كنديا للتنديد بدعم أتوى المطلق للدولة العبرية في النزاع القائم بين إسرائيل وحماس مما يؤجج الصراع في المنطقة يتواقع وصول ألوف الطلاب الأجانب في غضون الأسباع المقبلة إلى مقاطعة كابك ومن أجل تسهيل الإجراءات سيكون بانتظارهم فريق من الطلاب الكابكيين والدوليين في مطار بير إليوت تريدو ويعتزم فريق الطلاب المتواجد في كشك المعلومات الرد على تساؤلات الطلاب الأجانب لمساعدتهم على التأقلم بأسرع وقت ممكن من خلال تذليل العقبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات المرجوة والمعلومات الأساسية التي تتعلق بالنقل والسكن على سبيل المثال وبإمكان الطلاب الأجانب الاستفادة من مكالمة هاتفية مجانية إلى ذويهم في دولهم الأم لطمأنط الأهل ويستقبل كشك المعلومات الطلاب الأجانب في مطار بير إليوت تريدو لغاية الثاني من أيلول سبتمبر المقبل نشير إلى أن عدد الطلاب الأجانب في كابك يصل إلى 30.677 طالبا 52% منهم من الدول الفرانكوفونية علما أنه سجل ارتفاعا في نسبة الطلاب الأجانب بواقع 39% بين عامي 2006 و2012 أكد رئيس مجلس الخزانة في كابك الوزير مارتان كواتو أن تكلفة اللجنة الدائمة لمراجعة البرامج لن تتخطى عتبة مليوني دولار خلال العام الأول من تأسيسها وشدد الوزير على أنه لن يصار إلى توفير أموال إضافية لموازنة اللجنة المذكورة لأنه سيصار إلى رصد الأموال من الموازنة الحالية لمجلس الخزانة وضحض بذلك كواتول معلومات التي مفادها أن لجنة مراجعة البرامج ستكلف حكومة فيليب كويار 3 ملايين و800 ألف دولار واعتبر الوزير المسؤول عن الإدارة الحكومية أن الكلفة الفعلية لإتمام الأعمال المطلوبة من اللجنة المذكورة تكاد لا تذكر نظرا للمهمة التي تطلع بها والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مقاطعة كابك حيث تقضي مهمة اللجنة بمراجعة كافة نفقات البرامج الحكومية لضمان صرف أموال المكلفين بالمكان المناسب وإلغاء كافة العجوزات المالية هذا ولم يشأ الوزير كواتول تحديد ما إذا كانت تعتزم حكومة كويار إلغاء بعض البرامج الاجتماعية واكتفى بالإشارة إلى أن بعض البرامج الماضية أصبحت اليوم عديمة الجدوى وبأن برامج أخرى محددة الأهداف قد تتطلب نسبة أقل من التمويل مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة